موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أعزائنا المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج الطبيب والناس موضوع حلقتنا لهذا اليوم يشمل الأطفال موضوع الحلقة هو تأخر النمو أو بطء النمو عد الأطفال خاصة كثير من العوائل تراجع تسأل عن سبب عدم نمو أطفالها بالنسبة للنمو الطبيعي للطفل احنا عدنا شارتات خاصة انقيس بيها عمر الطفل منقيس بيها الوزن وممكن انقيس بيها الطولهم اكو شارتات انقيس بيها الطول فاحنا يعني قياس وزن الطفل والنمو مالته عدنا حد معين يعني احنا مو مثلاً يجون الأهالي يعني يقولون مثلاً احنا الطفل ما عين مو بطئ احنا ما نعتمد على الكلام نعتمد على الفحص فعدنا حد معين لازم الطفل يكون وزنه يعني بهذا العمر يكون مثلاً يعني وزن معين يعني مثلاً احنا الأطفال اللي يراجعون مراكز صحية خصوصاً من بداية الولادة وياخذون اللقاحات كل ما يراجع الطفل عنده فايل كارت يسجل به اللقاح ويسجل به نمو الطفل فانقيس الوزن مالته اللي هو طبعاً موجود يعني كثير من الأهالي اللي يراجعون المراكز الصحية اللي يراجعون أثناء التلقيح يشوفون يعني الكادر الصحي يسحب الفايل ويأشر مثلاً اشقد الوزن مالته يعني الوزن حسب العمر فعدنا حدود معينة مثلاً عدنا بعمر مثلاً شهر لازم يكون وزنه أقل شيء يكون ثلاثة إلا ربع أكثر شيء أربعة وربع وكذاك هو لازم يكون النمو مع الطفل اشقد يزيد العمر يزيد الوزن مالته زين شنو هو تعريف تأخر النمو أو فشل النمو طبعاً يعرف على أنه تشخيص لوصف الربع والأطفال الذين يفقدون الوزن أو فشل في ابتزاب الوزن يعني شن فسركم هي أكو أطفال من يجون وزنهم طبيعي مثلاً وصل لي عمر ثلاثة شهر أربعة شهر خمسة شهر ستة شهر هو الوزن مالته عبارة عن منحني يصعد يصل مثلاً عمر سبعة شهر أثمانة شهر الوزن ما يصعد يعني بصورة طبيعية يبدي يصير مثلاً خط عدل أو يبدي يقل فإحنا لازم ندور على يعني أسباب يعني عدم زيادة الوزن بصورة طبيعية لهذه الأطفال طبعاً هو يعني نقص الوزن هو عرض أو علامة لمرض آخر يعني ما هو مرض بحد ذاته يعني إحنا الطفل اللي وزنه قليل أو اللي كان وزنه طبيعي وما صعد الوزن مالته هذا معناته أكو سبب اللي هيخلي الوزن مالته ما هيصعد أو اللي هيخلي الوزن مالته هيقل يعني أكو مشكلة بيها فلازم إحنا يعني نبحث على هاي المشكلة طبعاً الأفضل أنه الأهالي يسجلون أوزان أطفالهم أو يحفظوها أو حتى إذا يريدون مثلاً من المراكز الصحية يأخذون كارتات مع المتابعة مع الأوزان الطفل يعني عادة كانت موجودة إحنا عندنا هم كارت التلقيحي اللي ننطيل الأطفال بالظهر أكو بي يعني الوزن يعني مع العمر فيتأشر عليه مثلاً حتى لا تنسى الأم أو ينسى الأب مثلاً وزن الطفل هو عمره مثلاً خلينا نقول خمس تشر طلع على الوزن مالت وست كيلوات عمر ثمن تشر طلع على الوزن مالت ومثلاً ثمن كيلوات يأشرة يخلي عليها مثلاً نقطة حتى نعرف النمو الطبيعي للطفل هذه القياسات طبعاً موجودة طبعاً يجب تقييم نمو الطفل بمرور الوقت بالانتباه على سرعة النمو أو أي تغيير في نسب النمو إحنا يعني مو بس أنقيس النمو مع الطفل فقط على الوزن نقيس النمو على الطول أيضاً فإحنا عدنا أكو شارتات خاصة ما نريد يعني ندوقكم بها أنتم يعني الأفضل أنه بس الكارتات اللي بيها الوزن مع العمر تكون موجودة عدكم وإذا تريدون مثلاً الوزن مع الطول أو الطول مع العمر أو محيط الرأس للطفل هذه موجودة تقدرون تبحثون عليها بنت موجودة كثير موجودة لمنحنيات مالتها وتقيسون عليها تسحبوها وتقيسون عليها على الطبيعي قارنون بيها يعني إحنا الطفل من يجع الدنيا نقيس الطول نقيس الوزن نقيس محيط الرأس مالتهم عدنا يعني أرقام لازم تكون موجود مثلاً حد أدنى وحد أعلى موجود بهذه كوزن حد أدنى حد أعلى كطول حد أدنى حد أعلى طبعاً الطفل تحت السنتين ما نقيس الطول مالتهم نقيسه هو يعني مستلقي يعني نقيس الطول مالتهم ما هو لأنه يعني ما يستطيع أن الطفل يقاف ونقيس محيط الرأس مالتهم خصوصاً بداية الولادة إذا كان محيط الرأس تحت الطبيعي مثلاً تحت الـ 32 سنتيم 30 سنتيم وكان الطفل يعني نكمل 9 شهر بهالحالة نحن نأخذ على أنه هذا أمر يعني مهم وعلى ما لازم نتبع شنو هو السبب مالتهم ممكن أنه يكون طبيعي إذا كان مثلاً عندهم عامل وراثي مثلاً الأب الرأس مال محيط الرأس صغير أو الأم أو يعني أحد أفراد العائلة فنعتبر طبيعي أما إذا كان يعني العائلة ما عندهم هذه الميزة فإحنا نبحث مرات يكون الطفل الجمج وماله تكون مزدودة يعني إحنا الطفل من يجع الدنيا عنده الرأس مالته مفتوح على شكل حرف زائد يعني من القصة ولي وراء ومن الجوانب وبالنص أكون نافوخ تعرفوها مفتوح ومن وراء أهم النافوخ يعني الجمج وماله تكون مفتوحة طبعاً يعني هاي من فضل الله سبحانه وتعالى أنه تكون مفتوحة حتى لا يصير ضغط على الدماغ لأنه يعني عادة أول بداية العمر الدماغ يبقينه فإذا كانت الجمجمة مغلقة غلق تام يعني ملتص يعني مزدودة دماغ ما راح ينمه فاش راح يصير عده الطفل يصير عنده يعني مشاكل بالدماغ من ضمنه مثلاً ارتفاع ضغط الدماغ من ضمنه ممكن أنه يصير عنده شلل بالدماغ فمن فضل الله أنه تكون مفتوحة ويجون الأهالي خايفين دكتور راس ابني مفتوح نافوخ مالته مفتوح وبعده كبير طبعاً هذا نعتبره طبيعي بالعكس إذا كان موجود هو بيافائدة للطفل هو ممكن بمرور الوقت ينسد مرات بالتسعة تشرر للسنة تختلف من طفل إلى طفل زين مثل ما قلناه يجب تقييم نمو الطفل بمرور الوقت مع الانتباه إلى سرعة النمو يعني إحنا ضروري جداً أنه ننتبه أنه مثل ما قلنا زيادة النمو مالته تكون ضمن الطبيعي ما زيادة كثير ولا قليل يعني يجون الأهالي لابن مالتهم وزنه دكتور ابني والله وزنه قليل من نجي نفحص الطفل نقيس وزنه على الوزن الطبيعي اللي عدنا يطلع الطفل وزنه فوق الطبيعي بكيلوين يما يا حجية الطفل وزنه طبيعي ما يحتاج أنه إحنا نزيد وزن الطفل لا دكتور أشون ما من يكون أشقد وزنه كثير أشقد يطلع أكوس إما هذا الوزن الكثير هذا رح يأثر عليه بالمشي يأثر على صحته بيها مشاكل مستقبلية بالمستقبلة تصير نقول لها يما حجية والله هو وزنه طبيعي تقول لا ما ابن عمه وزنه أكثر منه جيراننا قرائبنا فإحنا ما نقيس وزن أطفالنا على وزن غيرهم إذا كان وزنه ضمن الطبيعي ما حاجة أنه نزيد وزنه نبقي إذا كان أكله ممتاز وطبيعي هذا الوزن كافي بالنسبة لله وما يحتاج أنه يكون عنده زيادة بالوزن نرجع ونقول أنه إحنا لازم نتابع أوزان الأطفال يعني من يجي على الدنيا ونأشرها عندنا نقيس الطول مالته مجرد أنه يعني ميزورة ونقيس حتى محيط الرأس مالطفل بالنسبة للأسباب اللي تؤدي إلى فشل النمو طبعا عندنا أسباب كثيرة راح يعني نتطرق لها بالجزء الثاني من حلقاتنا لهذا اليوم نروح فاصل قصير ونعود بإذن الله عدنا عليكم أعزائينا المشاهدين لتكملة فقرات حلقة برنامجنا برنامج الطبيب والناس لهذا اليوم الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى فشل النمو أسباب كثيرة ولكن إحنا نأخذها بالمختصر أنه أو يعني ممكن يكون المريض السعرات الحرارية اللي يأخذها تكون قليلة طبعا يعني أكون نسبة تقريبا ثلاثة إلى عشرة بالمية من الأطفال انشخصهم يعني اللي يجون انشخصهم أنه يعني يكون عدهم فشل بالنمو يعني من كل مئة طفل ممكن يطلع ثلاثة عدهم فشل بالنمو أو تأخر في النمو وهذه يعني لها أسباب كثيرة نرجع عليها نختصرها يعني هي أكو أمراض كثيرة ممكن تعملها ولكن أكو أسباب عامة الأفضل أنه إحنا نتابعها اللي هي مثلا عدم كفاية السعرات الحرارية مثلا عندنا أخطاء بالتغذية أو صعوبات بالتغذية الميكانية يعني بالتغذية الاصطناعية مثلا الآن ملتهي بشغل البيت عايفة الطفل عنده أطفال كثار ما ترضعه الطفل إلى أن يجوع يلا ترضعه أو حتى من تجي ترضعه رضاعة الطفل تكون يعني غير كافية أو مثلا هي تغذيتها مو بالمستوى المطلوب أكلها قليل فالطفل إشقد أكله رضاعته تكون قليلة والسعرات الحرارية تكون عنده قليلة بهالحالة راح يعني النوملت ويكون بطيء ويكون يعني أقل من أقرانه يعني إحنا بالضبط أن تفسرها مثل ما إحنا عدنا نبتة إحنا النبتة إذا ما نسقيها ما تنمو إذا تركناها بدون سقي راح تبقى مثل ما هي واحتمال تموت عيد البلع عن الأطفال فنفس الشيء الطفل الطفل راح يصير عنده هزير راح يصير عنده تعب شديد راح يصير عنده نحول فعدم كفاية السعرات الحرارية هذا أحد الأسباب من الأسباب الأخرى أنه سوء امتصاص بالأمعاء أكو قسم من الأطفال قسم من الحالات المرضية عندهم مشاكل بالأمعاء يعني المعدة والأمعاء سوء امتصاص عندهم فهذولا إحنا لازم نبحث عن سبب سوء الامتصاص هذا اللي عايصر عندهم فهي مشكلة بالأمعاء من الأسباب الأخرى مثلا زيادة الطلب على التمثيل الغذائي يعني الإنسان بمرور يعني شقد يكبر لازم الأكل مالته يبدي يزيد فإحنا لازم نزيد الأكل مع الطفل نزيد الرضعات مالته ما يبقى مثلا رضع رقمين أول شهر نبقي على رقمين أو على ثلاثة لا إحنا بمرور الوقت نزيد بس إن نزيد ما نخلي زيادة على المعدة يعني هي مثلا معدة الطفل مثلا نقول بهذا الحجم احنا ما ننطي كثير ننطي يعني كمية قليعة على عدد مرات أكثر لأنه المعدة مثلا ما تتحمل كمية كثير بها الحالة راح يصير عدد الطفل إرجاع من الأسباب الأخرى مثلا الطفل عنده يعني أمراض مثلا عنده مشكلة بالقلب عنده مشكلة بالكلية عنده لا سامح الله أمراض نقص مناعة هذه كلها تؤدي إلى مثلا زيادة الطلب ومرات تتقلل الشهية عدد الطفل فيصير عنده نقص بالوزن زين نجي على الأسباب اللي ممكن تكون سبب في نقص الوزن عندنا أول شي مشكلة بالرضاعة مثلا الأم الحلمة مالتها مثلا صار بهذا الشقوقات قامت تتأذى منه الطفل قلت الرضاعة مالته فهذا هم أحد أسباب اللي يقل الوزن بهالحالة هذه مسألة وقتية ممكن أنه اتراجع طيبة نسائية تنطيها علاجات الطيب وترجع عادي أو ممكن يعني نعاون الطفل أنه نسحب بالملاطة وننطيه بالملعقة يعني أفضل أنه ما ننطيه في ممّة يعني نسحب الحليب نخليه في كوب وننطيه بالملعقة يعني ملعقة صغيرة ملعقة كوب أو ملعقة شاي ننطيه أفضل يكون بهالحالة من أنه ننطيه ممّة من المشاكل الأخرى هو مثلا التغذية الخاطئة راح تقولون شنو هي التغذية خاطئة أنه احنا ما نطعم أطفالنا بصورة صحيحة مثلا أكو قسم من الأهالي الحليب مثلا يخلون كيلة يخلون رقمين ماء يابا هي هو مصمم يعني الحليب أنه لازم كل كيلة نخلي بيها رقم أو أكو أنواع من الحليب الكيلة ما لا تكون كبيرة فلازم نخلي بيها رقمين فهم يجون مثلا خل كيلة خل معاها رقمين ماء أو رقم نص ماء يخففها والله ليش والله الطفل يحتاج ماء كثير ما يخال فأنا أنطيه ماء أنا عاد أنطيه بالحليب عياخذ هو ليش أنا أنطيه أخفف الحليب احنا من خففنا الحليب يعني الطاقة الموجودة بالحليب راح تكون قليلة يعني هو راح تملي بطنه بالماء بالسوائل في حين هو أنه يحتاج حليب يعني كمادة فعالة للجسم كمادة مفيدة العفو زين من الأسباب الأخرى أنه طبيعة الطفل أنه الطفل يرفض الحليب فإحنا نشوف قسم من الأطفال ما يرضع والآم ما عنده قاول أو يعني ملتهي مثل ما ذكرنا بشغلة فعملت له رقم رقمين وتركت المامة زيت الطفل المامة إحنا ممكن أنه نغير بأنواع الحليب حسب ما الطفل يستفاد منه أكو أنواع كثيرة من الحليب يعني أكو نوعيات رديئة وأكو نوعيات جيدة جدا وأكو نوعيات يعني مليحة فإحنا إلي إمكانيته مليحة يريد نوعيات حليبة جيدة جدا أكوه بس لا نأخذ اللوعيات الرديئة اللي بس مجرد أنه تنفخ الطفل وما يستفاد منه الحليب إحنا من نحضره مثل ما قلنا نحضر كل كيلة مع رقم مثلا الطفل شفت أنا يشرب رقمين أو ثلاثة أزيد له بعد أكثر أزيد له بالتدريج بهالحالة الطفل اللي يرفض يعني طبيعته مثلا نحس ما يغضع كثير تكشعه مثلا نحول صير عنده خمول يتنغوج كثير دائما يتبكبك تشوفه حتى يعني عظام واتشوك وكان طلعت من الضعف مالك زين من الأسباب الأخرى اللي هو يعني تعنيف الأطفال خصوصا لزار يعني الآن الطفل يبكي هو الطفل إحنا عدنا من يبكي اللي هو أسباب يا جوعان يا وجعان يا إما يعني تكرموا أن أمه الصخ وريد يتنظف فإذا كان جوعان أنا أطعمه يعني أرضعه وإذا كان وجعان أعالجه حسب المرض ممكن أنه كان عرضه شيء ممكن أنه عنده حساسية عيد بك بك ممكن أنه صار عنده حموضة ممكن أنه أم صخن أسباب كثيرة اللي تخلي الطفل يعني يبكي فإحنا ما يصير أنه نجي تيجي الأم الصيحة الطفل للعلم يقال أنه يعني أطباء النفسية يقولون أنه الطفل تحت السنة يشعر بالأمان من تيجي أمه يمه تحت السنة حتى إلى تحت السنتين فمن يبكي حتى له الأم مشغولة مجرد أنه وجودة يمه يعني تبتسم في وجهه وترضعه الطفل يشعر بالأمان حتى نفسيته مستقبلا تتغير فشافه بالدراسات أنه الطفل اللي الأم تحكي معانه هو وصغير خصوصا قبل السنتين صحيح هو الأم تشوفه أنه ما عارض عليها ولكن تمام هو يعني صغير وما عارض ولكن هو يعني عيفهم يعني هذه الطريقة عتغير بعقلية الطفل تخليه يشعر بالأمان يشعر بالثقة بالنفس يشعر بالهدوء نحن عدنا لا قسم من الأمهات الطفل يبكي يظل على قولة أهل قبل يظل ينعوص 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 ولا حد يدله بال وهذا ما صحيح نحن نشوف أنه قسم من المراجعين يجون الطفل عاي يبكي يعني المراجعين راسم يقوم يوجعهم من بكة الطفل والأم ساكته ولا تحرك ساكن هذه من تطلع يعني خارج البيت فكيف في البيت زلت الطفل يطال يبكي الطفل في هالحالة راح يتعود على البكة فأنه يبكي فالأفضل أنه أنا من يبدأ يبكي أحكي معانه وكلمتين أغير من المكان اللي هو بيها أبتسم بوجهه هذا راح يشعره بالأمان و بنفس الوقت راح الطفل يهدى زين من الأمور الأخرى اللي تخلي يعني فشل بالنمو مثلاً عندنا مشاكل بالأمعاء نشوف القسم من الأطفال صار عندهم يرجع من ياكل عفوا من يرضع إحنا عندنا المعدة يعني إنسان من يأكل من الفم يجي عندنا المرأ تيجي المعدة أكو صمام ما المعدة فوق المعدة ينسد حتى المعدة يعني يبقى الحليب بها حتى تخضمه إحنا الطفل من رضعنا المفروض أنه خليه على كتفنا طبطة بعد ظهر إلى أن يتريع لأنه تعفوا من يضعك وقسم من الهوى يروح للمعدة فهذا إذا كان ممدد والتريع الحليب اللي ببطنه رح يرجع بنفس الوقت أش رح يصير عند الطفل رح يصير عنده حموضة فيظل بس يبكي فالأفضل أنه أنا بعد الرضاعة طبطة بعد ظهر يعني ما أخلي أمدده رأسا أخليه على الكتف طبطة يعني على ظهره حتى يتريع يطلع الهوى بنفس الوقت يستقر الحليب داخل المعدة والأفضل أنه أنا إذا أجي أنا يمو أرفع المخد ماله يعني خليه مخده تحت كتافه مخدتين تحت رأسه أو موجود لكريكوت ممكن أخلي بكريكوت أما يجون يشدون بالمهد يشدون إيديه وشدون رجليه وممدد حتى رقبته ما يطيق يحركها بده بس يحرك الرأس ماته هذا ما صحيح هذا هسأ إحنا أي واحد بينا خليه يأكل يملي معدته ويتمدد رأسا رح يشعر يعني الأكل يصير ثقيل على صدوه فالأفضل أنه أنا أنتظر ربع ساعة بعدين أرفع الطفل أخليه مخده تحت كتافه مخدتين تحت رأس وأخليه بكريكوت حر الحركة هذا بش رح تفيدنا أنه قسم من الأطفال احتمال يصنع عندهم تقيو فهذا منصر عنده تقيو ممكن إذا كان هو ممدد الحليب رح يرجع يعني أشوان رح يطلع الطفل ما يعطل تكرمون يدفق الفرح ممكن أنه يشهق بالحليب فهي رح يصير عنده مشاكل بالصدر ممكن يصير عنده قحة ممكن يصير عنده ارتهاب أو قسم منه ممكن يصير عنده يعني اختناق تؤدي إلى الوفاة فالأفضل رح تقولون دائما يحكي على المهد ويحكي على الأقماط يحكي عليهم لأنه هذه حماية للطفل إحنا الأطفال هذول ما عنده لسان أو يعني يعرف يحكي ينطق يقوله شي وجعنا فإحنا لازم نتوقع كل شي فإي شيء ممكن مضر للطفل إحنا نحاول نبتعد عنه حماية لأطفالنا نروح فاصل قصير وأنا أعود إليكم بإذن الله عدنا إليكم عزيزينا المشاهدين لتكملة فقرات حلقتنا لهذا اليوم برنامج الطبيب والناس موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تأخر أو فشل النموع عند الأطفال ولا هو ما أكو فشل إن شاء الله بل إحنا كتأخر بالنموم مقارنة بأقران من ضمن الأسباب ممكن المريض يكون عنده يعني أسباب تغذوية مثلا الأكل مال ما طفل ما يعني بصورة صحيحة يعني إحنا الأفضل أنه نطعم الأطفال كل شيء طبعا هذا بعد الست شر ولكن قبل السنة عسل ما ننطي يعني إحنا الطفل من يجي الحليب إلى حد عمر ست شر ومن بعد الست شر نبدي نضيف الشربات الأكل اللي يكون سهل البلع وما بينه حبيبات يعني الطفل ما عنده أسنان بعد من بعد السنة من يبدي يطلع أسنانه ويبدي يعني يطيق يعني يطحن الأكل بأسنانه ممكن أنه ننطيه شغلات شوية تكون قوية زين من ضمن الأمور مثلا الطفل عنده فقر دم هذا أحد أسباب الفشل بالنمو يكون عنده مثلا فقر دم نتيجة نقص الحديد تشعى الطفل ما يأكل يعني أو الأهالي مينطل للأطفال الأكلات اللي بيها حديد أو نوعية الحليب اللي يستخدموها نوعية رديئة تكون ما بيها حديد فأش راح استصار عند الطفل مروا الوقت راح يصير عنده نقص بالحديد النقص بالحديد شي يصير يصير عنده فقر دم هذا فقر الدم فقر دم يتيجي تنقص الحديد راح يخلي يصير عنده التأخر بالنموعة للأطفال ممكن زنك ما موجود ممكن فيتامين دي ما أكون ولهذا نشوف يعني احنا خصوصا يعني بالموصل الطفل ما يطلعوا للشمس والله لا يسود لا يسمار هذا فيتامين دي موجود بالشمس كلش مفيد أنا أطلع الطفل أخلي إيديه رجليه عرضه للشمس نص ساعة باليوم ما عليه شي حتى السمر هم كواس يعني ما بيمشي الطفل إذا كان أسمر ولهو ما راح يسود كثير يعني أنا ما أطلعوا فترة طويلة مثلا أبقي نص ساعة من العشرة إلى ثنتين الظهر خمس دقائق وأشر الطفل عشر دقائق أربع ساعة يعني هذا الوقت ما مجموعه ثلاثين دقيقة هذه كلش كافي عرضوا للشمس للطفل أثناء النهار أما شادي وإيدي وكفوف وقبع وما يطلع الشمس نهائيا هذا ما صحيح هذا حتى يأثر على يعني يعني فيتامين دي يكون قليل عندهم فنصير شوف الأطفال يصير عندهم نحول خمول كساح يصير عندهم من ضمن الأسباب الأخرى اللي هي ما نعتبره فشل بالنمو نعتبره وراثيا يعني يجي الأطفال هما يعني حجمهم يعني إذا نقيسوا على الطبيعي نشوف وزنهم تحت الطبيعي أو طولهم تحت الطبيعي ولكن إذا نقارن مع الأب والأم نعتبره طبيعي فهذا نعتبره وراثي بهالحالة الأطفال ما نقيس على هذا على هذه المنحنة على هذا المنحنة اللي بالمراكز الصحية أكو منحنيات أخرى طبعا يعني بهالحالة الطفل أكو معادلة يعني انطيق من خلاله نحسب أنه الطفل مقارنة بالطبيعي مع أهله اللي هي مثلا للأطفال شكل وللأمهات يعني تختلف عنا عدل نجي انقيس كمعادلة ناخذ مثلا للبنات هذول اللي مثلا الأب يكون قصير أو الأم تكون قصيرة أو يعني أقصر من الطبيعي نحن شون نعرف مثلا هذا ممكن يكون عامل وراثي انقيس مثلا للبنات طول الأب مع طول الأم يعني نجمعهم نطرح منهم 13 سنتين نرجع نقسمها على اثنين يعني مثلا طول الأب مثلا متر ونص طول الأم مثلا الأب تكون قصر ما الأم اللي تكون قصيرة طول الأم مثلا متر وستين نجمع معاهم 13 نطرح مننا 13 بالنسبة للبنات يعني الأب 150 سنتين مع الأم 160 صار 310 نطرح مننا 13 خلي نقول الأم 163 زيدناها 3 سنتيمات أكثر حتى تكون معادلة صحيحة يطلع مثلا 300 يعني 150 زائد 163 313 نطرح مننا 13 ظل 300 300 سنتيمتر نقسمها على اثنين 150 هذا يطلع الطول الطبيعي المفروض يكون للطفل إذا كانت بنت إذا كان ولد نفس المعادلة بس ما نطرح 13 نجمع 13 يعني طول الأب مثلا 130 150 طول الأم راح نقصرها هالساعتا 147 أقل 153 157 فراح يصير نجمع معاها 13 راح يصير لا لا بالعكس طول الأب زائد طول الأم زائد 13 بالنسبة للأولاد نحن حتى نتوهم بالنسبة للبنات طول الأب زائد طول الأم ناقص 13 سنتيم تقسيم 2 هاي بالنسبة للبنات بالنسبة للأولاد طول الأب زائد طول الأم زائد 13 نقسمها على 2 يطلع الطول الطبيعي للطفل فإحنا بهالحالة عرفنا أشقد الطول الطبيعي للأولاد بالنسبة للأعراض اللي ممكن أنه يعني الأطفال اللي يكون عندهم بطء بالنمو أش ممكن يعني نشوف عندهم أول شي إحنا عدنا التاريخ المرضي بالنسبة للطفل كلش مهم يعني من تجي الأم أو الأب يعني ثاني من يراجعون على وزن طفل لازم التاريخ المرضي ما الطفل نعرفه كامل مثلا أش كان بينه أش وقت بدأ مثلا نقص الوزن عنده أش قد كان وزنه قبل أخوته أهله فطريقة الأكل هاي نقطة كلش مهمة أنه شون عن طعمه كم وجبة بالنهار نوعية الأكل اللي عياكله هاي نقاط يعني مهمة تغذية الطفل مثلا الأكل إحنا لازم نخلي للأطفال مثلا وجبات ثابتة رجوع غدا عشا فنخلي الطفل نحدد الماعون مالتهم حتى نعرف ايش قد عياكل مثلا نحن عن نحكي بعد الست شر أو بعد السنة أو بعد السنتين أو بعد الثلاث سنين نخلي الأطفال نحدد الماعون مالتهم نعرف ايش قد عياكل طبعا ننوع بالأكل ماله يعني نطعمه كل شيء فاكهة خضروات تمن خبز هاي نقطة كلش مهمة لازم ياكلها بيض لحوم بقوليات هذه يعني إحنا لازم نقطة مهمة نحدد الأكل أشقد عياكل حتى نعرف ايش قد عياكل ما يقعد معنا على السفرة ذكرتها بحلقة سابقة الأم والأبي يخلصون الأكل والطفل قيعا كل شيء ما كان أكل بالسوال يخلصوا كل شيء زين من ضمن العلامات الأخرى إحنا لازم نسأل عن تاريخ المرضي للطفل هل عنده أمراض أو لا النمو مالته العلاقة بين الأب والأم يعني العلاقة بالعائلة نفسها يعني هل أنه العائلة مفككة متماسكة مترابطة أكو مشاكل بيناتهم خصوصا بين الأب والأم لازم ما يحلون مشاكل أمام الأطفال لازم الأطفال يعني ما أكو تفريقة بيناتهم أكو قسم من الأطفال يعني صح يحتاج لهم مدارات تختلف عن غيرهم يعني طفل مثلا إغار هذا يعني لازم الأب والأم يعني يعرفون أشياء يتعاملون معه هاي نقاط كلش مهمة أو التاريخ المرضي للأم العفو للعائلة زين من ضمن العلامات اللي إحنا نوشع بالنسبة لنا كأطباء الأطفال اللي يجون لازم يعني نفحصهم نفحص الطول الوزن محيط الرأس نسأل على التاريخ المرضي هل أنه الطفل عنده أمراض سابقة مثل ما ذكرنا نراجع وزن الطفل قبل وزن الطفل حاليا أشقد موجود أهله بالبيت طولهم الوزن ما لتم هل أنه أكون عندهم عامل وراثي هل أنه أكون مشاكل بين أطباء يعني عوامل كثيرة تدخل بهذا الموضوع بالأساس مثل ما ذكرنا ذكرت سابقا أنه لازم نبحث عن السبب وراء تأخر النمو عدة طفل وهي أسباب كثيرة مو بضرورة أنه يكون أكل ممكن أنه يكون حالة مرضية زين بالنسبة للعلاج طبعا العلاج أول كشية هو أنه لازم نعرف السبب وراء التأخر هذا بطء النمو يعني ليش عيصير هالشكل المختبراء الفحوصات المختبرية كثيرة ولكن الفحوصات المختبرية حسب حالة المريض يعني مو احنا كل ما يلجي أو الأهالي يغلحون يعملون مرات احتمال الطفل ما يحتاج فحص مجرد أنه احنا بس نتكلم معه نعرف مثلا إذا كان حالة نفسية أو طريقة التغذية كانت خاطئة نوجههم عليها ممكن يحتاج فحص مع الفقردام فحص كومبليت مع دام أشعة أما الصدر فحوصات مال كلية يعني فحوصات أخرى حسب حالة المريض اللي يعني عنده بالنسبة للفحوصات المختبرية فحوصات المختبرية كثيرة تعتمد على حالة المريض يعني نحنا ممكن نعمل فحص كومبليت مع دام نشوف فقر دام عند الطفل فحص الفيتامين دي ممكن فحص مال كالسيوم أشعة أما الصدر نعمل فحص مال إدرار فحوصات مال وظائف في الكلية حسب حالة المريض يعني الطبيب يفحص الطفل يشوف مثلا يحتاج فحص مرات ما يحتاج فحص مثل ما ذكرنا مجرد أنه إعادة توجيه وطريقة صحيحة للعلوم الطفل زين نجي بالنسبة للعلاج مثل ما ذكرنا أهم فقرة بالعلاج هو أنه نعرف السبب ونعالجه نزيد وزن الطفل نزيد الأكل مالتون يعني نزيد الأكلات اللي بيها سعرات حرارية كثيرة من الممارسات الخاطئة اللي نحن نشوفها عند الأهالي أنه الطفل حتى يأكل ينطو حلويات أو نمناميات هذا الطفل رأسا تستد الشهية مالتون فأنا ممكن أنطيل الطفل ولكن بعد الأكل ما قبل الأكل يعني أنا أتفق معه تاكل واشتري لك ما تاكل ما اشتري لك ما احنا الأب حتى يخلص من الطفل راجع الظهر يخلي رأسه ينام روح حدك يشتري لك موطة أو اشتري لك جلاتين أو اشتري شقليت أو جبس وما بيها ذاك الفائدة ونسدد شهيته عن الأكل وما قام يأكل هذا ما صحيح احنا لازم مثل ما ذكرنا نحدد الأكل مع الطفل وننوع بالأكلات مالتنا مو إلا نوع واحد بنفس الوقت ونراقب الأكل مالته يعني نحنا من نخليه الأكل هذا لازم يخلصه ممكن ننطي النمناميات أو العميات الحلويات ننطي هي بعد الأكل ما قبل الأكل لأنه هذه السد الشهية ولازم أكو تعاون بين الأب والأم والأم لازم يكون عدها صبر أنه بتغذية الطفل يعني يجون قسم من الأمهات ننصحهم نقول دكتور ما يأكل أقول لعب يعني هسته هو معا يأكل يعني نعوف نحنا نتركه ما نخلي يأكل هذا وترك نانو ما هذا أبن كهذا راح يدخل مدرسة خمس سنين ست سنين يدخل هذا يجقد منيط وضعيفة يعني صير عنده نحول حتى استيعاب ويصير ضعيف فلازم الأم تتعاون وتصبر ومات من أبد يعني الطفل عنده قابلية يعامد ما يأكل ما يأكل إذا شاف ردة فعل الأم والأب يعني ضده لازم تأكل راح يبدي ينكسر ولكن إذا هو شاف أنه الأم والأب ما داروا بال راح يضل وهي اللي تمشي وهذا ما صحيح إحنا ما نمشي على كلام الطفل في أذيته بالنسبة للأكل حتى إذا يأكل الطفل حتى يوصح عفونه يعني أنا أمسكه من عقاد تقول الدكتور من يأكل يوصح حتى لا يوصح عفو مرة مرتين عشرة عشرين مئة راح يبدي يتعلم يتعلم يأكل وهي وانتي عدكي شغل وراح تهميني بنفس الوقت هذا أحد أسباب اللي صار عنده نقص بالوزن فأنا الطفل خليله وجبات ثابتة متنوعة أقيص الوزن مالته أتابع إذا كان أكون نقوصات والحالة النفسية كلش مهمة يعني ابتغذية الطفل وما أمل من إطعام الطفل هاي نقاط يعني هذه أهم طبعا يعني العكس أنه الطفل اللي نريد نقلل وزنه بالعكس نعمل أنه نقلل السعرات الحرارية بالنسبة يعني مستقبلا إحنا الطفل إذا بقى وزنه قليل هذا راح تأثر عن نمو مالته وتأثر على دراسته مستقبلا موضوع حلقتنا كبير واسع حاولنا نختصره قدر الإمكان لأنه وقتنا قصير إن شاء الله نطيناكم معلومات مفيدة ممكن أنه تدخلون للنت تطلعون الجداول المنحنيات اللي بس تكتبون منحنيات النمو للأطفال راح تطلع لكم جداول كثيرة تسحبوها وتقيسون عليها تسحبون السعرات الحرارية بس تطلع لكم مواقع كثيرة جداول الأكلات اللي بها سعرات حرارية كثيرة اللي بها سعرات حرارية قليلة حتى نعف أشنطي تغذية للطفل إن شاء الله يكون ما أثقلنا عليكم نرجع ونذكر أهلنا فيروس كورونا الحماية والوقاية منه هو فقط في لبس الكمامة ما أكو دواء يمنع الإصابة اللي يمنع الإصابة فقط هو لبس الكمامة والنظافة الشخصية والتباعد الاجتماعي نحن وصلنا مرحلة بعد ما يعني لعدنا شيء لأنه يعني البيت بينوا واحد واثنين عملنا حضرت إجوان لمدة أسبوع هذا عدم من هذا والمدة أسبوعين عن ما طاب أول واحد ثاني واحد صاب فأحسى كثير من العوائل عتجي عوائل كلها مصابة فضل أرس محوه وتعالى إنه أغلب الحالات عتكون بسيطة وخفيفة مجرد أنه المريض عيأزل نفسه عيأخذ العلاج اللي لازم حسب الحالة مالتو والمعنويات تكون عالية أغلب الحالات خفية وبسيطة الحالات الشديدة صح أكو حالات شديدة وهذه نسبتها كلاش قليلة من واحد إلى ثنين بالمية يعني من كل مية مصاب ثمانية وتسعين واحد بسيطة وعتعدي الشهيدة اللي احنا خاف عليها من كبار بالعمر اللي عندهم نقص مناعة اللي عندهم أمراض مزمنة اللي عندهم سكري أنت بلبسك للكمامة كمية الفيروس اللي راح تدخل عليك راح تكون قليلة فحتى إذا كانت إصابة فرح تكون مناعة جسمك قوية يعني أنا دائما يعني أذك يعني أذكرا للمرضى أنه أنت جاء طفل عمره أربع سنين يتقاتل مع واحد عمره عشرين سنة أبو العشرين سنة هو اللي راح يتغلب عليه ولكن إذا جبنا عشتالاف واحد عمره أربع سنين مع واحد عمره عشرين سنة ما راح يقاوم نفس الشي مناعتنا عندنا مناعة إحنا ولكن إذا كان تركيز الفيروس كثير فرح ما تتحمل مناعتنا أنه تقاوم الفيروس فيبدي يصير عنده تلف بالرئة وتبدي المشاكل مالتها ويعني المضاعفاتكم موجودة فأترجاكم ألبس الكمامة بالأماكن المزدحمة ما ألبس يعني مثلا أنا بالبيت أو بالشارع أو بالبحث أو بالسيارة أنت خليها كما عندك شفت مثلا فتت على مول حتى إذا ماكو أحد يمكن لكن إذا شفت أكو شباب أو أكو ازدحام أو أكو نساء أو رحتم مثلا على بيت رحتم على عزع على فاتحة على مناسبة ولهذا نشوف نحن نسا كثير من المرضى من عايجون نسألهم والله كان عندنا مناسبة ورحنا عليها فألتزم بالكمامة حماية لكم ما أكو دواء يمنع عن إصابة غير لبس الكمامة شكرا لقناة الموصلية شكرا لكادر الموصلية على رأسهم الأخ عمر شكرا جزيلا لكم نلتقيكم في حلقة جديدة برنامج الطبيب والناس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى